شكراً لسيد لي، أصحاب السعادة، السادة والسيدات هذا يصل بنا إلى نهاية البيانات الافتتاحية لمؤتمر الأطراف السبع والعشرين السادة الأعضاء، أرجو البقاء في مقاعدكم سوف نستمر في اجتماع جهسة العامة لاجتماع الأطراف السبع والعشرين وفي عقابي الاجتماع العام الأول لاجتماع الأطراف لبروتوكول كيوتو السبع عشر في دورته السبع عشر ومؤتمر الأطراف بعتبره اجتماع اعتفاق باريس في دورته الرابعة شكراً جزيلاً السادة والسيدات، أدعو المؤتمر إلى النظر في البند إثنين باء من جدول الأعمال المؤقت اعتماد النظام الداخلي إن مشروع القواعد متضمنة في الوثيقة FCCC على CP196 على اثنين الأطراف قد تتذكر أن قواعد النظام الداخلي تطبق باستثناء القاعدة الثانية والأربعين الخاصة بالتوسيط للإفتقال لتوافق العراء وكان ذلك منذ انعقد أول دورة لمؤتمر الأطراف في 1995 في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين عقد الرئيس مشاورات ولم يتحقق أي توافق في العراء حول الموضوع واقترح أن تتم مشاورات خلال مؤتمر الأطراف السبع والعشرين وأدعو الأطراف أن نستمر في تطبيق قواعد النظام الداخلي باستثناء مشروع القاعدة الثانية والأربعين من قواعد النظام الداخلي وأقترح من كبار الأطراف أن يعقدوا مشاورات حول هذا الموضوع شكرا السيد الرئيس وأتحاني لكم لتوليكم مسؤولية رئاسة مؤتمر الأطراف السبع والعشرين لمن دوحة من القول أن رئاستكم ستحقق نتائج سيكون لها أكبر الأثر على من يعيشون اليوم في كوكب الأرض ولكن كل طفل سيولد من الآن وفي المستقبل إن بنجلاديش لا تعارض اعتماد قواعد النظام الداخلي ولكن نجد التشجيع في مقاله الأمين العام الأمين التنفيذي فهذا مؤتمر الأطراف هو الذي سنقوم فيه بالأمور بصورة مختلفة وتحدث عن همية مؤامة عملياتنا مع الاتفاقية وأحكامها وتحدث عن المسألة وإنفاذها إن الاتفاقية كما أشارتم سيدي رئيس تنص على أننا من المفترض أن نعتمد قواعد النظام الداخلي في أول اجتماع وأننا لم نتمكن من تحقيق ذلك حتى بعد 26 مؤتمر للأطراف وفي المؤتمر السبع والعشرين يترك علامة استفهام حول التزام كافة الأطراف هناك عملية لإطفاء الصبغة الرسمية على المقرارات التي نأخذها وفيما تعلق بالمشروع القاعدة 42 نحن لا نعارضها ولكن العبء يقع على كهلكم سيدي الرئيس لتوجيه نداء لكيفية اتخاذ القرار وكيفية البتة في هذا الموضوع والأهمية الآن هو أنه بتوافق الأراء هذا لا يعني موافقة الجميع توافق الأراء يعني اتفاق عام ووسع النطاق ونأمل أننا مع التقدم في مواجهة التحديات العديدة وبنوة جدوى الأعمال المختلفة فإن توافق الأراء لن يستخدم لكي يعني الإجماع في كافة جوانبه لأن هذا سيدي الرئيس كما كان الأمر في الماضي سيفضي إلى وضع حيث سنعتمد أقل عامل مشترك بيننا وهذا سيضعف ويقلل من النجاعة وكفاءة بحيث لن نتمكن من مواكبة ومواجهة التحديات اليوم والتي أشار لها الأمين العام بطبريها كارثة نعتقد أن هذه مسألة لابد من التصدي إليها وحلها في أسرع وقت ممكن ولكن في ونفس الوقت نحن لن نعارض أعتماد جدوى للأعمال والنظام الداخلي شكراً لسيد مندوب بنجلاداش بما أنه ليس هناك عطراض على أعتماد قواعد النظام الداخلي كما أشير تقرى الأمر على هذا النحو لننظر في البندل فرعي 2 جيم من جدول الأعمال المعقد إقرار جدول الأعمال أدعو الأطراف للنظر في الوثيقة FCCC على CP على 2022 على 1 أد 2 والتي تتضمن الأحكام الإضافية لجدول الأعمال مؤتمر الأطراف والقائمة المنقحة للضمائم التي سينظر فيها في بند جدول الأعمال رقم 8 أود أن أشكر كافة الأطراف على عملهم المستمر والتزاميهم والمشاورات المكثفة التي تمت حول اعتماد بنوط جدول الأعمال في إطار مؤتمر الأطراف السبع والعشرين ومؤتمر الأطراف بعتباره اجتماع مؤتمر بروتوكول كيوتو ومؤتمر الأطراف بعتباره اجتماع اتفاق باريس وهناك اتفاق لبدء العملية التي بدأت بصورة سلسة اليوم وحيث تنصب أعين العالم على شرم الشيخ ونرسل بإشارة إيجابية بأننا على التزام بمواجهة تحديات التغير المنقحة العديد من الأطراف أعربت عن القلق إذا العدد الكبير من بنوط جدول الأعمال المقترحة من الأطراف فضلا عن عبء العمل في شرم الشيخ كل هذه المواضيع هامة بالطبع وفريقي وأنا أعطينا عناية كبيرة للاستماع لكافة الأراء وإفساح المجال لها في قدر الإمكان وفي إطار المشاورات التي تمت أود أن أشير إلى التفاهم فيما تعلق ببنوط جدول الأعمال لمؤتمر الأطراف وCMA بعتبرها مترابطة وسأتطرق أيضا إلى تنظيم العمل لبعض أحكام جدول الأعمال على أساس مشاوراتها التي تمت والردود للأفعال والإسامات التي تمت من قبل الرئاسة في تقديم النسخة المنقحة لجدول الأعمال أود أن أشير إلى بعض التوضيحات حول المقترح من مجموعة 77 والصين لإدراج بند في جدول أعمال مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف واجتماع مؤتمر باريس فيما تعلق بالخسارة والضرر واختراح أن هذا البند أن ينقح على الوجه التالي مسائل ترتبط بتمويل ترتبات للاستجابة للخسارة والضرر المرتبط بالعثار المناوية للتغيير المناخي بما في ذلك التركيز على التصدي للخسارة والضرر بالنص التالي الذي كان كحاشية للعنوان لهذا البند هذا البند والنتائج الخاصة به دون المساس بالنظر في مواضيع ممثلة في المستقبل ومن المفهوم أنه أولا فإن نتائج بهذا البند الإجرد والعمال تعتمد على التعاون والتيسير ولا تتضمن المسئولية أو التعويض وهذا البند يتضمن حوار جلاسكو وثالثا أن هذا البند سيطلق عملية بغية اعتماد قرار شامل بما لا تجاوز 20-24 حول المقترح المقدم من زامبيا نيابة على المجموعة الأفريقية لإدراج بند في جدول الأعمال لمؤتمر الأطراف الاجتماع باريس لتفاق باريس حول الأثار المترتبة على أفريقيا أدعو لإجراء مشاورات غير رسمية حول احتياجات الخاصة والظروف الخاصة لأفريقيا والإبلاغ في إطار البند المعانون مسائل أخرى وهذه المشاورات غير رسمية ستتضمن المقترح من المجموعة الأفريقية وأي موضوع آخر يتم تطرق لها أثناء المشاورات وفيما تعلق بالمقترح من فرنسا ديابة عن الاتحاد الأوروبي والسويسرا وفريق التكامل البيئي حول بنود جدول الأعمال في البند الثاني واحد جيم من اتفاق باريس أقترح أن أدعو مشاورات غير رسمية حول إدراج البند المقترح لجدول الأعمال مسائل ترتبط بالمادة اثنين واحد جيم من اتفاق باريس حول جدول الأعمال مؤتمر الأطراف في اجتماع باريس وفي اقتراح جورجيا حول مؤتمر الأطراف حول تمثيل الجغرافية المتوازن والهيئات المكونة في إطار الاتفاقية أدعو لتشكيل مشاورات غير رسمية حول تمثيل الجغرافية العادل في لايئات المكونة في إطار الاتفاقية وتخديم تقرير بشأنها في إطار هذا البند المعانون مسائل الأخرى والمشاورات غير رسمية ستتضمن المقترحات من جورجيا والتقييم الذي عدته الأمانة وعية موضعات أخرى أثيرت في إطار هذه المشاورات وحول المخترح من الولايات المتحدة الأمريكية لبند حول بند اجتماع الأطراف لاتفاق باريس حول الأليات أن ندعو لمشاورات غير رسمية حول الألية المالية وحول المخترح من سويسرا نيابة على فريق التكامل البيئي حول اجتماع الأطراف اتفاق باريس لحد من الاحترار لواحد ودرجة نصف مئوية أقترح الدعوة لمشاورات غير رسمية حول البند المخترح الحد من الاحترار العالمي لدرجة ونصف مئوية وحول المخترح من باكستان يابة عن مجموعة السبع وسبعين والصين لبند حول مؤتمر الأطراف واجتماع اتفاق باريس لتطبيق مقرر 1-CP 26 الفقرة 11-10 1-CME الفقرة 18 حول التكيف وتمويل التكيف اقترح الدعوة لمشاورات غير رسمية حول ادراج مقترح في هذا البند اللي جادوا لأعمال تطبيق المقرر 1-CP على 26 الفقرة 11 و1-CME على الفقرة 18 حول التمويل أليات التمويل وأعتقد أن تعلق المشارات حول البند 15 حول المقترحات من الأطراف وتعديلات الاتفاقية في أطار المدى 15 البند الفرعي 1-F المقترحات من الوفد الروسي لتعديل الفقرة 2-F من الاتفاقية والبند الفرعي باء مقترح من غنوة من غنية الجديدة والمكسيك لتعديل الفقرة 17 من الاتفاقية الفقرة 17 من البند الرابع الفقرة الثانية أليف وباء من الاتفاقية السادة الوفود بهذا وبالامتنان الكبير للمرونة التي أبدتها الوفود بما يسمح ببدء العمل أقترح أن البند الإضافية كما هي متضمنة في الوثيقة FCCC على CP على 2022 على 1 على الضميمة الثانية أن تعتمد إذا لم تكن هناك طلبات لأخذ الكلمة أصحاب السعادة سيداتي وسادتي إذا لم تكن هناك طلبات لأخذ الكلمة وليست هناك من معارضة يكون الأمر قد قرر على هذا النحو أستاذ الأعضاء سيداتي وسادتي فيما تعلق بالبنود التي بشأنها ستجري مشاورات غير رسمية مطلوبة من قبل الرئاسة سأعين كبار المسؤولين في وفدي لقيادة هذه المشاورات غير رسمية والتي حددتها نيابة عني وسأقب الأطراف على علم بتقدم هذه المشاورات أصحاب السعادة سيداتي وسادتي مسمحوا لي مرة أخرى أن أعرب عن التقدير للجميع الذين أسهموا لهذا الاعتماد السريع والسلس للجدول للأعمال إن نجاح في إطلاق الأعمال دون تأخير يبعث برسالة هامة للالتزام بالبدء السريع لعملين الهام والعاجل حول كافة بنود جدول للأعمال وأرحب بصورة الخاصة التفاق الأطراف على إدراج بند جديد حول ترتيبات التمويل للإستجابة للخسارة والضرر وهذا يخلق للمرة الأولى ساحة مستقرة مؤسسية حول بنود جدول الأعمال الرسمية لمؤتمر الأطراف واتفاق باليس لمناقشة القضايا الملحة للترتيبات التمويل التي تدعو إذا حاجة للتعامل مع الثغرات القائمة للاستجابة للخسارة والضرر كافة الأطراف قد أسهمت في سياعة هذا التوافق في الأراح حول جدول الأعمال من خلال تواصيلها البناء والمرن عبر 48 ساعة من المشاورات المستمرة التي قادتها رئاسة مؤتمر الأطراف السبع والعشرين والتي كانت ضروة عام من العمل المستمر من قبل الرئاسة وفي هذه المرحلة أود أن نعرب عن التقدير العميق لوزير خارج مورغن من ألمانيا وسعادة الوزير روخس من شيلي لعملهم الحثيث الذي تم لجلب الأطراف معا حول هذه القضايا الهامة إن إدراج هذا البن يعكس شعور عام بالتضامن والتعاطف مع معاناة ضحايا تغيير المناخ وكوارثه ونحن جميعا لدينا دين من الامتنان للنشطاء والمنظمات المجتمع التي طالبت بإصرار على ساحة لمنقشة تمويل الخسارة والضرر وبالتالي أعطت الزخم الضروري لدفع هذه القضية إلى الأمان أدعو المؤتمر الآن إلى دراسة البند إسنان دال من جدول الأعمال انتخاب رؤساء غير أو مسؤولين غير الرئيس السيدة أن راسموسن بدأت التفاوض وتشاور لانتخاب المسؤولين بموجب الاتفاقية واتفاق باريس المجموعات لم تنتهي حتى الآن من التشاور والترشيحات أشكر نائبة الرئيس أن على العمل الذي قامت به حتى الآن وأدعوها إلى مواصلة المشاورات للانتهاء من الترشيحات أقترح تأجيل انتخاب عضاء مكتب الكوب بدورة السبعة والعشرين حتى الانتهاء من الترشيحات ونعود إلى هذا البند في الجلسة القتامية لإتمام عمليات الانتخاب بموجب على ما جرت عليه العادة المرشحين للمكتب سيدعونا إلى حضور اجتماعات المكتب بصفة مراقبين خلال المؤتمر حتى حصول عمليات الانتخاب الأطراف ستشير أو ستلاحظ أن تسعة من أصل 132 ترشيحا يجب أن تصلنا كما أن النساء يشكلنا 38% فقط من عضوية الاتفاقية وبروتوغول جوتو واتفاق باريس أحثو الأطراف إلى ترشيح النساء والرجال بنسبة متساوية حتى نتمكن من تحقيق المساواة بين الجنسين أدعو الأطراف إلى تكسيف الجهود للانتهاء من عمليات الترشيحات حتى ترفع إلينا بحلول الثامن مساء من يوم السبت الوقع فيه الثاني عشر من 22 نوفمبر إن لم يكن هناك من اعتراض تقرر الأمر على هذا النحو أدعو المؤتمر الآن إلى استعراض البند إثنان ها من جدول عمالنا قبول المنظمات بصفتي مراقب أمامنا الوثيقة FCCC على سي بي على 2022 على السبعة وفيها لائحة من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي أعربت عن رغبتها المشاركة في عملنا في مؤتمر الأطراف في دورتها السابعة والعشرين وهذه اللائحة كانت أساس إطلاع المنظمات على صفة القبول المسبقة بحضورها المؤتمر وصولا إلى مع فهم بأن القرار النهائي يعود لمؤتمر الأطراف أدعو المؤتمر إلى القبول بالمنظمات الواردة أسماؤها في الوثيقة FCCC على سي بي على 2022 على سبعة بالصفة منظمات مراقبة إن لم يكن هناك تقرر الأمر على هذا النحو تذكرون بلا شك أن مؤتمر الأطراف في دورتها الخامسة والعشرين كان قد طلب من الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تراجع آلية القبول بالمنظمات المراقبة ورفع أي التوجيهات إلى الأمانة العامة أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها السادسة والخمسين أخذت علما بالمعلومات حول شروط قبول المنظمات بصفة مراقبة أمام الاتفاق الإطارية ولم يتم رفع أي التوجيهات إلى الأمانة العامة أدعوكم الآن إلى البند إثنان وهو بعنوان تنظيم العمال بما في ذلك عمال دورتين الهيئتين الفرعيتين اليوم الهيئتين الفرعيتين ستطلقان أعمالهما بموجب جدول الأعمال وبعد الانتهاء من الجلسات الافتتاحية لكل من الهيئتين الفرعيتين السبستا والاس بي آي ستجتمع الهيئات الخمسة في جلسة عامة مشتركة الاستماع إلى بيانات مجموعات والمنظمات المراقبة اسمحوا لي السيدات والسادة أن أطلعكم على كفية تنظيم عمالي مؤتمر الكوب أدعوكم إلى البند الرابع المعلومات المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول الاتفاقية واستعراض هذه المعلومات أن تحال إلى مؤتمر الأطراف في دورة 28 وحول البنود التالية سنتخذ إجراءات انطلاقا من تفسيات الهيئات الفرعية المادة الخامسة المعلومات المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول الاتفاقية البند السادس تقرير لجنة التكييف المادة السابعة لها تورس الدولية المعنية بالخسار وأضرار مرتبطة بتأثيرات تغير المناخ البنود الفرعية ألف والباء من المادة التاسعة تطوير التكنولوجيا المادة العاشرة بناء القدرات بمجابة الاتفاقية المادة الحادية عشر المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا المادة الثانية عشر تقرير المنتدى المعني بتأثير تنفيذ تدابير التصدي المادة الثالث عشر الاستعراض الدوري الثاني للهدف العالمي طويل الأجل بموجب الاتفاقية وللتقدم العام المحرز نحو تحقيقه المادة الرابعة عشر القضايا الجنسانية وتغير المناخ البنود الفرعية ألف وباء من المادة السابعة عشر تتعلق بالشؤون الإدارية المالية والمؤستسية هذه البنود هي على جدوى لأعمال الهيئات الفرعية ذات الصلة أولها أن تتخذ قرارات واستنتاجات عند الحاجة بالإضافة إلى ذلك أحيل المسائل التالية إلى هيئة الفرعية ذات الصلة بموجب البند السادس المسائل المتعلقة بالتكيف للعام 2022 أقترح إحالة مراجعة التقدم والفعالية والأداء المتعلق بلجنة التكيف أن يحال كل ذلك إلى كل من السابستا والاس بي آي أما انتخاب أعضاء لجنة التكيف فسيحصل في نهاية أعمال مؤتمر الكوب بموجب البند الرابع عشر القضايا الجنسانية وتغير المناخ أقترح إحالة استعراض التقرير السنوي حول التركيبة الجنسانية وتقرير التقييم حول التقدم من خلال دمج البعض الجنساني في مسارات عمل الهيئة الفرعية للتنفيذ أس بي آي في يوم السابت الوقفية الثاني عشر متشرين الثاني نوفمبر ستنتهي أعمال كل من الهيئتين الفرعية سابستا واس بي آي أتطلع إلى النتائج تحت قيادة السيد توسي مبانو وفي السابستا والسيدة ماريان كارلسن من الاس بي آي بعد انتهاء أعمال الهيئتين الفرعية سأتعقد اجتماعاً لاستخلاص الحصيلة ستوك تايكينج قتاماً أشير إلى أنني أنوي أن أعقد مشاورات غير رسمية على مستوى رؤساء الوفود حول القرارات الصادرة عن المؤتمر وكل من مؤتمر الأطراف في اتفاق باريس ومؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو المشاورات سيسرها ممثل رفيع المستوى من الرئاسة ستبدأ في الأسبوع الأول وستنتهي في الأسبوع الثاني من دورتنا أعتمد على التعاون من كافة الأطراف حول العمل على هذه القرارات التي ستكون من النتائج الأساسية لعملنا هنا في شرم الشيخ حضرة الزملاء يوم غد الوقع فيها السابع من تشرين الثاني نوفمبر سنتشرف بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر وسعادة أنطونيو جيتاريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وبقي رؤساء الدول والحكومات والقيادات المرموقة خلال الجلسة الافتتاحية لقمة التنفيذ في مجال العمل المناخي في شرم الشيخ هذا الجزء الأول من اجتماع رفيع المستوى سيتواصل في بعد ظهر يوم الاثنين السابع والثلاثاء الثامن من تشرين الثاني نوفمبر حيث أن رؤساء الدول والحكومات سيدلون بالبيانات الوطنية أو البيانات من نيابة عن مجموعات التفاوض في الاتفاقية الاجتماع رفيع المستوى سيتواصل يوم الثلاثاء الخمس عشر من تشرين الثاني نوفمبر والأربعاء السادس عشر من تشرين الثاني نوفمبر حيث سنواصل الاستماع إلى البيانات الوطنية من الأطراف بحضور رؤساء الدول والحكومات التي لم يأخذوا الكلمة في الجزء الأول في يوم الأربعة 16 من 22 نوفمبر وبعد الانتهاء من البيانات الوطنية سنستمع إلى بيانات كبار ممثل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ويوم الخميس 17 من 22 نوفمبر والجمعة 18 من 22 نوفمبر سنعاود الاجتماع لدراسة القرارات والاستنتاجات بهدف اعتمادها لا أرى أي اعتراض وبالتالي فإن ما اقترحته سيعتمد سنواصل العمل على هذا الأساس تقرر الأمر على هذا النحو أعطي الكلمة لدولة الإمارات العربية المتحدة شكراً سيدي الرئيس حضرة المندوبين الموقرين أن تغير المناخ هو تحدي عالمي يستدعي التعاون بين كافة الدول والأمم والشعوب أن الاتفاقية الإطارية واتفاقية باريس هي سكوك فريدة من نوعها تمثل هذا التعاون في مجال تغير المناخ لأكثر من سنة رأينا أوكرانيا تواجه حرباً غير مسبوقة من قبل روسيا عدوان من قبل روسيا على أوكرانيا هذه الحرب هي حرب ضد أوكرانيا كأمة وشعب واقتصاد وحتى هوية أوكرانيا وهذا سيكون لديه آثار ليس فقط على أوكرانيا ولكن على القرى الأوروبية والعالمي أجمع فالخسائر في الأرواح وتدمير البناء التحتية والضرر البيئي والتهديد بالعدوان النووي وكلها خطوات إرهابية من قبل روسيا الاحتلال غير القانوني لأراضي أوكرانيا إنما يقود مصداقية البيانات المرفوعة إلى الاتفاقية لونف سي 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 أوكرانيا رفعت مشاغلها إلى الاتفاقية حول البيانات والتقارير وشدت على الحاجة إلى الشفافية والدقة في مؤتمركم البند الرابع نحن نرحب باقتراح الرئيس حالة هذا البند إلى الدورة المقبلة هذه الحرب تقود مصداقية الاتفاقية واتفاق باريس هذه الحرب تحد من حقوقنا في التنمية المستدامة وقدرتنا على التصدي للتحديات تغير المناخ وتقود أيضا المبادئ الأساسية للتعاون الدولي نحن بحاجة إلى التعامل مع ذلك بعد عودة السلم وسلامة أراضي أوكرانيا إلى بلدنا أوكرانيا شكرا سيد الرئيس شكرا لحضرة ممثلة أوكرانيا شكرا أعطي الكلمة الآن لبلاروسيا أطلب من الأمانة العامة تزويد ممثل بلاروسيا بالمايكروفون هل ترغب بلاروسيا بأخذ الكلمة؟ يسأل الرئيس يبدو أنهم لا يرغبون بأخذ الكلمة هل من وفود أخرى ترغب بأخذ الكلمة في هذه المرحلة؟ يبدو أنه ليس من طلبات للكلمة أعطي الكلمة الآن للبند أو أتطرق الآن إلى البند إثنان زين مواعيد وأماكن إنعقاد الدورات المقبلة بناء على مبدأ التداول فأن دول آسيا محيط لهدء ستستطيف الدورة الثامنة والعشرين ودول أوروبا الشرقية تسعة وعشرين وأمريكا اللاتينية ومتقد الكريبة الثلاثين الدول آسيا المحيط لهدء رشحت دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة ورئاسة مؤتمر أطراف دورتها الثامنة والعشرين تحديد الدولة المضيفة في مرحلة مبكرة يحض من الخطم مخاطر اللوجستية والمالية وبالتالي أشجع دول أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية إلى تسريع المشاورات واقتراح دولة مضيفة لدورتين المؤتمر في الدورتين تسعة وعشرين وثلاثين في أسرع وقت ممكن كما أن المؤتمر مدعون لتوافق على دورات فترات الدورات للعام الفين وخمسة وعشرين التي ستوصي بها الهيئة الفرعية للتنفيذ أقترح أن يقوم بعضو رفيع المستوى من وفدي بإدارة المشاورات مع المشموعات الإقليمية وصولا إلى رفع مستودة قرار يعتمده مؤتمر أطراف حول هذا الموضوع إن لم يكن هناك من اعتراض تقرر الأمر على هذا النحو أدعو المؤتمر الآن إلى استعراض البند السابع بعنوان آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار المرتبطة بتأثير تغير المناخ الآلية ولجنة التنفيذية تم تأسيسهما من قبل مؤتمر الأطراف في دورة التاسع عشر اتفاق باريس في المادة الثامنة الفقرة الثانية نص على ألان آلية ستخضع لتوجيهات مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس مؤتمر الأطراف في الدورات أربعة وعشرين خمسة وعشرين وعشرين طلب منه أن يدرس سلطة مؤتمر الأطراف وتوجيه التوجيهات إلى آلية وارسو الدولية واللجنة التنفيذية مؤتمر الأطراف في دورة السادسة والعشرين اعتبر أن التوجيهات يجب أن تتواصل حتى مؤتمر الأطراف في دورة السابعة والعشرين فيما يتعلق بالحكمة في آلية وارسو الدولية سيعين عضوا رفيع المستوى من وفدي لكي يقيد المشاورات وصولا إلى تحديد سلطة مؤتمر الأطراف والتوجيهات إلى آلية وارسو الدولية في هذا المجال إن لم يكن هناك من اعتراض تقرر الأمر على هذا النحو أنتقلوا الآن إلى البند الثامن المسائل متعلقة بالتمويل وتحديدا البنود الفرعية ألف حتى واو قبل أن أنتقل إليها الفتون انتباهكم إلى الوثيقة FCCC على سي بي على 2022 على واحد على ضميمة إثنان ويتضمن لائحة مراجعة من الدمائم التي سنستعرضها بموجة بهذه البنود من جدول أعمالنا بالنسبة إلى البند ثمانية ألف تمويل مناخي طويل الأجل فإن مؤتمر الأطراف في دورة السادسة والعشرين طلب من الرجنة الدائمة للتمويل أن تعدى تقريرا في العام 2022 حول تقدم المحرز وصولا إلى حجد مبلغ 100 مليار دولار أمريكي سنويا للتعامل مع احتياجات الدول النمية في السياق خطوات التخفيف والشفافية على مستوى التنفيذ مع مراعاة خطة تنفيذ تمويل المناخ وغيرها من التقارير مؤتمر الأطراف في دورة السادسة والعشرين أيضا طلب من لجنة التمويل الدائمة أن توصل عملها حول تعريف تمويل المناخ وبذل مزيد من الجهود حول مسح المعلومات المتحة بمجاب المادة الثانية الفقرة واحد جيم من اتفاق باريس بما في ذلك الإشارة إلى المادة التاسعة نشكر الرئيسين المشاركين للجنة التمويل الدائمة السيدة ولانسكي من النمسا والسيد فقير من جنوب أفريقيا على دورهما القيادية خلال هذا العام أدعوكم إلى استعراض تقرير حول التقدم وصولا إلى حشد مبلغ 100 مليار دولار سنويا بشكل مجترك والعمل المنجز على مستوى مسح المعلومات المرتبطة بالمادة الثانية الفقرة الفرعية واحد جيم من اتفاق باريس والمدخلات حول تعريفات تمويل المناخ التقرير حول التقدم لحشد مبلغ 100 مليار دولار سنويا لتعامل مع احتياجات البلدان النمية في السياق خطوات التخفيف المجدية والشفافية في مجال التنفيذ إنما هو متاح أيضا على موقعنا الشبكي وفيما يتعلق بالبند الفرعي ثمانية با مسائل متعلقة باللجنة الدائمة المعنية بالتمويل مؤتمر أطراف دورتها السادسة والعشرين طرابة من اللجنة أن تنظم الجزء الثاني من منتدى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل والحلول المستندة إلى الطبيعة في العام 2022 ورفع التقرير إلى مؤتمرنا الحالي حول التقدم المحرز على مستوى تنفيذ خطة العمل لللجنة الدائمة المعنية بالتمويل العام 2022 مؤتمر الأطراف السادس والعشرين أطلق ولم ينتهي من استعراض وظائف هذه اللجنة المناقشات ستستمر في مؤتمرنا هذا مؤتمر أطراف في دورته السادسة والعشرين طلب من هذه اللجنة أن تواصل عملها على مستوى تعريفات التمويل في مجال المناخ ومسح المعلومات المتاحة بمجب المادة الثانية الفقرة واحد جين من اتفاق باريس بما في ذلك الإشارة إلى المادة التاسعة المؤتمر مدعون إلى دراسة تقرير لجنة الدائمة المعنية بالتمويل واستعراض وظائف هذه اللجنة فيما يتعلق بالبند ثمانية جيم تقرير الصندوق الأطراف والإرشادات الموجهة إلى الصندوق الأطراف للمناخ فإن المؤتمر مدعون إلى ترفع التوجيهات حول السياسات والبرامج والأولويات ومعايير المقبولية مع مراعاة التالية التقرير السنوي لهذا الصندوق مشروع مبادئة توجيهية للمقترحة على الميسرين المشاركين للجنة الدائمة وتحليل التقدمات التي قدمت حول مشروع الإرشادات الموضحة في تقرير اللجنة الدائمة للتمويل والتقرير السنوي حول عمل سجل ناما أود أن أشكر السيد جون دون ليير من فرنسا والسيد رامارو من جنوب أفريقيا على قياداتهما المشتركة لمجلس صندوق المناخ الأخضر ولأعضاء المجلس على عملهم الدقوب بالنسبة لبندجة العمال الفرعي ثمانية دائلة تقرير المرفق العالمي للبيئة إلى مؤتمر الأطراف فمؤتمر الأطراف سيدعى لتقديم الإرشاد إلى مرفق البيئة العالمي حول السياسات والبرامج والأولويات ومعايير المقبولية حول النظر فيها وكذلك ستقدم مشروع توجيهات لألية المالية المقترحة من المؤسرين المشاركين وكذلك التقرير السنوي لعمليات سجل ناما أشكر رئيس مرفق العالمي للبيئة السيد كارلوس روجيغس والأمانة على العمل الذي جرى في مرفق البيئة العالمي بنسبة لبندجة العمال الفرعي ثمانية الاستعراض السابع للآلية المالية يدعى مؤتمر الأطراف للاتفاق على المبادئ التوجيهية والاستعراض السابع لها وأخذ بالاعتبار المبادئ التوجيهية في الضميمة 12 على السي بي 22 وتتذكرون أيضا تفاهما حول تضمين البند الفرعي ثمانية ثمانية واو بما في ذلك المسائل المتعلقة بترتيبات التمويل وود الآن أن أقترح النظر في هذا البند الجدول للأعمال بالنسبة لبندجة العمال الثمانية ألف تمويل المناخ الطويل للأجل أقترح أن يكون السيدان جرترود ولانسكي من النمسا وكارلوس فولر من بيليز رئيسين مشاركين للبند الفرعي وبالنسبة للبند الفرعي ثمانية أقترح أن يكون الجنين فيلسون من بيليز ودومينيك مولي من المملكة المتحدة رئيسين مشاركين بالنسبة لبند جدول أعمال الفرعي ثمانية جيم ودال أقترح أن يكون دورو سوكيو من اليابان وريتشارد موانجي من تنزانيا رئيسين مشاركين للمجموعات المؤسسة ضمن البند الفرعي وبالنسبة لبند الفرعي ثمانية ثمانية هاء أقترح أن يكون السيد جولي ريكاردو وأرسولا فوينتس من ألمانيا ميسرين مشاركين وبالنسبة لأقترح أن يكون رئيسين لهذا البند الفرعي إذا لم تكن هناك اعتراضات على ما سبق فإذا سيتقرر على هذا النحو الآن أدعو مؤتمر الأطراف أن ينظر في بند جدول الأعمال السبعة عشر المسائل الإدارية في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لم تتبكن الأطراف من اختتام نظريها في هذا الشأن وفقا للقاعد عشر جيم وستة عشر من مشروع قواعد الإجرائية فإن هذه المسألة قد ضمنت في جدول الأعمال المؤقت لمؤتمر الأطراف السبعة عشرين ونقترح أن تجري مشاورات غير رسمية لسبعة عشر جيم وأن توسرها كبار الأعضاء في وفدي ونظرا لأني لا أسمع اعتراضا فقد تقرر ذلك المندبون الكرام وبهذا نختتم الاجتماع الأول من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين والآن أرفع هذا الاجتماع وأفتتح البروتوكول كيوتو سنلتقي لاحقا اليوم بعد الجلسة العمال افتتاحية للهائة الفرعية لنسمع بيانات من المجموعات وكذلك المراقبين إذا لم تكن هناك اعتراضات فيرفع اجتماع مؤتمر الأطراف هذا المندبون الموقرون أعلن افتتاح دورة السابع عشر لمؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو نواصل الآن بالنظر في بند جدوى للأعمال اثنين المسائل التنظيمية أدعو المؤتمر للنظر في بند الفرع اثنين ألف من جدوى الأعمال المؤقت اعتمد جدوى للأعمال وأقترح أن يعتمد جدوى الأعمال الوارد في الوثيقة فتريبل سي على كي بي على سي ام بي على الفين اثنين وعشر على واحد وإذا لم تكن هناك اعتراضات فيتقرر ذلك نظرا لأنه لا توجد وفود تودى أخذ الكلمة دعوني أواصل عملنا المندوبون الموقرون أدعو المؤتمر أن أن ننظر في بند جدوى للأعمال اثنين جيم تنظيم العمل بما في ذلك من دورتين الهيئتين الفرعيتين أود أن أقترح أن يتم تأجيل جيم ودال إلى الدورة التالية وننتقل إلى تقرير الهيئة الفرعية وكذلك تقرير المساءلة لفترة الالتزام الثانية للأطراف وفقا للضميمة باء من بروتوكول كيوتو للأعوام الفين وتسعة عشر الفين إلى الفين واثنين وعشرين بالنسبة للبنود الآتية فإننا سنتخذ الأجراءات بناء على التوصيات من الهيئتين الفرعيتين بدأت جدوى الأعمال الباء الرقم سبع المسائل المتعلقة بصندوق التكيف الاستعراض الرابع لصندوق التكيف البند ثمانية بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو والبند تسعة تقرير المنتدى المعني بتأثير تنفيذ تدابير التصدي والبند إثنى عشر المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية هذه البنود يمكن النظر فيها تحت البنود القائمة من جدول الأعمال الخاصة بالهائية الفرعية الحالية والتي يمكنها أن تضع مشروع المقرارات لاتخاذها من الـ CMP عند الاقتضاء بالنسبة لبند جدول الأعمال الفرعي 4 جيم تاريخ استكمال عملية استعراض الخبراء للمادة الثامنة لفترة الاتزام الثانية تتذكرون أن المؤتمر اجتماع كيوتو 16 قد حالت هذه المسألة إلى هيئة التنفيذ الفرعية في الدورة الـ 56 لها وقد أوصت بأن يتم تخاذ القرار وسوف تنظر مؤتمر كيوتو في اعتماد مشروع الوثيقة في الجلسة الختمية وخلال الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف قدمت مقترحات للأطراف في الاتفاقية وأقترح أن يتبع مؤتمر كيوتو نفسنا في مؤتمر الأطراف في محتوى مقرر الـ CMP القرار واحد على CMP 17 سوف يتم النظر فيه في نفس المشاورات غير الرسمية التي جرت للمقرر واحد على CP 27 وخلال الأسبوع الثاني من المؤتمر سيجتمع مؤتمر كيوتو مرة أخرى للنظر في المقررات والخلاصات لاعتمادها وإذا لم يكن هناك اعتراض يتقرر ذلك والآن أعطي الكلمة لممثلة أوكرانيا المؤقرة شكرا سيد الرئيس المندوبون المؤقرون تغير المناخ هو تحدي عالمي تطلب تفانيا وتعاونا بين البلدان والدول والشعوب وأعمال الاتفاقة الممتحدة لتغير المناخ هي منصة لتعاون الدولي في تغير المناخ لأكثر من ثمانية أعوام وخلال أشهر الثامنين تقاتل أوكرانيا في حرب غير مسبوقة إذ نصد عدواناً أو حرباً وسنطاق أطلقتها روسيا الإرهابية ضد روسيا وهذه الحرب غير الأخلاقية تضرب في قلب أوروبا وهي حرب ضد الاقتصاد والشعب الأوكراني وحتى على سلامة أراضي أوكرانيا هذه الحرب بالفعل لها تأثيرات لا يمكن تدركها ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا ولكن لأوروبا بأكملها وللعالم بأسره والاحتلال المؤقت غير قانوني للأراضي الأوكرانية يقوض موثوقية بيانات التقارير وكذلك عمل مفؤل الاتفاقة الممتحدة للتغير المناخ تؤكد أوكرانيا على قلقها حيال موثوقية البيانات التي تستخدم في تقارير الاتفاقات الممتحدة للتغير المناخ وتؤكد على الحاجة لمعالجة هذه المسألة على وجه الأولوية وأيضا بالنسبة لبند جدول الأعمال أربعة البنود الفرعية ألف وبأت رحب أوكرانيا بمقترحات الرئيس أن ترجع النظر في هذه البنود إلى الجلسة القادمة شكرا سيد الرئيس أشكر ممثلة أوكرانيا الموقرة إذا لم تكن هناك وفود أخرى ترد أخذ الكلمة أدعو الـ CMP للنظر في بند جدول الأعمال خمسة المسألة المتعلقة بأليات التنمية النظيفة ويمكن أن تشيروا إلى التقرير السنوي للـ CDM أو للهيئة التنفيذية للـ CMP الواردة في الوثيقة FCCC على KP على CMP على 2022 على 7 ومنذ نشر التقرير السنوي المجلس التنفيذي قد التقى في شرم الشيخ الأسبوع المنصرم وتقرير الاجتماع موجود على موقع الـ CDM أو على صفحة الـ CDM في موقع الـ UNFCCC ونشكر الرئيس المجلس التنفيذي للـ CDM لـ 2022 السيد عمر ألوك من جاميكا على قيادته للأعضاء المتناوبين للمجلس وعلى أعمالهم الدئوب وأود أن أقترح أن تكون هناك مجموعة اتصال تترأسها بالمشاركة كالزوزي كتاسو من اليابان وألوك موذنديكا من زامبيا إذن لم تكن هناك اعتراضات يتقرر ذلك انتخاب أعضائي المجلس التنفيذي المتناوبين للـ CDM سيجري خلال الجلسة العامة الختمية للمؤتمر Q2 والآن أدعو الـ CMP النظر في بنجته للأعمال ستة المسألة المتعلقة بالتنفيذ المشترك وندعو الـ CMP للنظر في التقرير السنوي للجنة الإشراف على التنفيذ المشترك الواردة في الوثيقة F على FCC على KP على CMP على 2022 على ستة ودعا أشكر رئيس لجنة الإشراف على التنفيذ المشترك لـ 2022 السيد جيكوب لنز من النمسا على قيادته وأشكر كذلك أعضاء المناوبين للجي آي إس للجنة الإشراف على التنفيذ على العملهم الدؤوب الزملاء الكرام أقترح أن ألحاط علما بتقرير لجنة الإشراف على التنفيذ المشترك وأقترح كذلك أن نعرف عن الامتنان للجنة الإشراف على التنفيذ المشترك لقيادتها الحكيمة للموارد خلال هذا العام وسأتولى أو سأقبل توصية اللجنة الإشراف على التنفيذ المشترك وفقا للأنشطة في مشاورات الرئاسة وإذا لم تكن هناك اعتراض يتقرر ذلك انتخاب الأعضاء المناوبين للجنة الإشراف على التنفيذ المشترك تجري قد يمكن أن تجري خلال الجلسة الختمية العامة للـ CMP وأدعو الآن النظر في بنت جدل الأعمال 7 ألف المسائل المتعلقة بصندوق التكيف تقرير مجلس صندوق التكيف يمكن للأطراف أن تنظر في التقرير السنوي الوارد في الوثيقة FCCC على KP على CMP على 2022 على 4 FCCC على PA على CME على 2022 على 3 وضميمة هذا التقرير أود أن أشكر رئيس مجلس صندوق التكيف البراء توفيق من المملكة العربية السعودية وأعضاء الصندوق وأن يتم النظر في هذا البندم تحت شرف إيفا شرويدر من هولندا وديان بلاكلين من أنتيجوا وبربودا وإذا لم تكن هناك اعتراضات أعطي الكلمة للكونجور الديمقراطية شكرا سيد رئيس أولا أهنئكم على توليكم رئاسة المؤتمر وكذلك أهنئ جمهورية مصر العربية على تنظيم رائع لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين ولا يفوتني أن أقول نيابة عن جمهوريتكم القديمقراطية إننا ممتنون للغاية على استضافة بلد أفريقي لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين وأودت أن أخذ الكلمة للحديث عن البند السابع من صندوق خاص في صندوق التكايف كما تعلم سيدي الرئيس كل العمل الذي جرى لمعالجة تحديات المناخ والاحترار العالمي أظهر هذا العمل أنه علينا أن نحرص على تمويل الأخضر وزيادته للبلدان النامية لأننا لسنا ضحايا فحسب بل أننا نسهم في النضال ضد تغير المناخ والدى فإن صندوق التكايف ينبغي أن لا يكون مجرد مجال للحديث فحسب لذا نود أن ننظر في هذا الصندوق وكذلك أن نجري الحوارات مع الدول الصناعية المتقدمة نريد أن نخرج من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بنتائج ملموسة وموثوقة ويمكن التحقق منها ومؤشرات واضحة لصندوق التكايف لنعرف ما كان عليه صندوق التكايف قبل مؤتمر الأطراف السابع والعشرين وبعده نعمل على هذا الأساس وكعضو من مجموعة الإسهامات المحددة وطنية نريد أن نرى فرقا واضحا بين صندوق التكايف وبين صندوق الضرر والخسائر لأنه نرى أهمية العمل على صندوق التكايف بشكل كبير على المستوى القصير والمتوسط والبعيد لنحرص على أن تتمكن البلدان من التكايف مع تغيرات المناخ لم يعد هناك حاجة إلى الحديث فحسب بل إننا بحاجة إلى نتائج ملموسة بالنسبة لصندوق التكايف مرة أخرى أختتم بأن أقول أنه ينبغي أن توجه موارده إلى الأبحاث العلمية بحيث تتوفر معلومات واضحة حول مستوى الخسائر والضرر التي تتكبدها البلدان وكذلك حول القدرات المتاحة والتأثيرات كذلك على الغابات وعلى المعادن والموارد الأخرى بحيث نبقي على الاحترار العالمي تحت الواحد فصل درجة مئوية إذن نحن بحاجة إلى هذه المعلومات الموثوقة من علمائنا بحيث نتمكن من إحداث شراكة تأتي بالنفع للجميع صحيح أن الاقتصادات المتقدمة والصناعية بدأت أن تعطي المنح ولكنهم بحاجة إلينا هم المسألون عن 80% من التلوث حول العالم ونحن من نحاول أن نستجيب لهذه التأثيرات من خلال ما يمكننا هذا بالنسبة للبند السابع الخاص بالصندوق التكيف شكرا أشكر السيدة ومسألة جمهورة الديمقراطية وأن أشكرهم على استدافة فعاليات ما قبل مؤتمر الأطراف مما يسهم في العمل الذي نقوم به حاليا في إطار مؤتمر الأطراف ليس هناك طلبات أخرى لأهد الكلمة عند هذا الحد أن نتقابل الأعضاء والأعضاء المناوبين في مجلس صندوق التكيف سيتم خلال الجلسة الخدمية لاجتماع بروتوكول كيوتو وأول اجتماع اتصال حول هذا البند سيعقد اليوم في الساعة على فسي سي 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 على كي بي على سي أم بي على عشرين ثانية وعشرين على ثانية وأود أن أشكر رؤساء اللجنة سيد كونيكو شيمادا سيدة بولت باينو سيدة ليزا بنجمند وسيدة كاروليدا أنتونينا لخياداتهم والعضاء والعضاء المناوبين لعملهم الشاق وأود أن أدعو لمشاهدات غير رسمية للنظر في هذا البند الذي سيشرف على تيسيره السيدة كونزانجا من بوتان ليس هناك من اعتراض تقرر الأمر على هذا النحو أود أن أشكر الميسرين لقبولهم هذا الدور نرجو الاطلاع على شاشات دائرة التلفزيون المعلقة والبرنامج اليومي للتأكيد وتفاصيل أرقام قاعة الاجتماعات أدعو مؤتمر اجتماع الأطراف لنظر في البند الحادي عشر من جدوى الأعمال تقرير المتعلق باجتماع المتدئدة المستديرة الوزاري رفيع المستوى بشأن زيادة الطموح في الاتزامات بموجب بروتوكول كيوتو المشاورات خلال مؤتمر اجتماع الأطراف السادس عشر كشفت على أن الأراء مازالت متبعدة ما إذا كان عملا إضافيا يعد مطلوبا في إطار هذا البند وأقترح القيام بمشاورات يتم تيسيرها السيد عمر أسامة عبد العزيز من وفد مصر وبما أنه ليس هناك من اعتراض تقرير أمر على هذا النحو سيدتي سيدتي سيدة عضاء الوفود هذا يصل بنا إلى نهاية أول اجتماع لمؤتمر اجتماع بروتوكول كيوتو أود أن أرفع هذه الجلسة وأن أفتتح اجتماع مؤتمر اجتماع الأطراف لاجتماع باريس وسوف نجتمع في وقت لاحق من اليوم للجلسات العامة للهيئات الفرعية والاستماع لبيانات من مجموعات الأطراف ومن الأطراف ومن المراقبين اجتماع مؤتمر اجتماع بروتوكول كيوتو الآن قد انتهت رفع هذه الجلسة موسيقى أفتتح الآن اجتماع اجتماع الأطراف مؤتمر اتفاق باريس. الآن سننظر في البند الثاني من جدول الأعمال. انتخاب إقراض جدول الأعمال. أدعو إلى النظر في الوثيقة CMA على 22-22 على واحد. على الضميمة الرابعة الذي يتضمن الجدول المؤقت. وبالفهم الذي أشرت إليه لمؤتمر الأطراف أقترح أن جدول الأعمال كما هم وفي الوثيقة CCC على PA على CMA على 21-21 على واحد الضميمة الرابعة أن يتم اعتماده. بما أنه هناك ليس هناك من اعتراض تقرار الأمر على هذا النحو. تقدم في أعمالنا أدعو المؤتمر للنظر في البند الفرعي 2 نجيم تنظيم الأعمال بما في ذلك أعمال دورتين دورتين حول البنود التالية سيتخذ الاجتماع الإجراءات الواجبة على أساس توصيات الهيئات الفرعية المعنية البند الرابع مسأل متصل أو ببنامج العمل الرامي إلى التعجيل بزيادة الطموح والتنفيذ في مجال التخفيف المشارع إليه في الفقرة 27 من المقرر 1 على ميم على ألف ته على ثلاثة البند الفرعي باء من خمسة خيارات إجراء السعراضات على أساس طوعي للمعلومات المولوية أنا عملا بالفصل الرابع مرفق بالمقرر 18 أميم ألف ته واحد ودورات التدريبية ستصلها لازمة لتيسير هذه السعراضات الطوعية الفقرة السادسة المسائل المتعلقة بالتكيف تقرير لجنة التكيف جيم برنامج عمل شرم الشيخ بالشأن الهدف العالمي المتعلق بالتكيف المشار إليه في المقرر 7 أميم ألف ته على ثلاثة المادة النقطة الرابعة التي تورس الدولية المعنية بالخصاص والأضرار المتبطة بتأثيرات تغير المناخ ألف وباء من تسعة نقل التكنولوجيا ولياة نقل التكنولوجيا البند العاشر بناء القدرات في إطار اتفاق باريس المدى 11 المسائل المتعلقة بالبلدان الأقل نموا المدى سنة 10 منتدى مؤامة تأسير تنفيذ تصدي إرشادات بشأن النهج التعاونية المشار إليها في الفقرة الثانية المدى السادسة من اتفاق باريس 15 برنامج العمل في إطار النهج غير السوق المشار إليها في الفقرة الثانية من المدى السادسة من اتفاق باريس ألف وباء من 17 المسائل الإدارية والمؤسسية والمالية وهذا على بنوج الهيئات الفرعية المعنية التي ستطور مشاريع مقرارات أو استنتاجات لاعتمادها من اجتماع بروتوكول اتفاق باريس وفي إطار البند الخامس الاستعراض أقترح حالة النظر في البند الفرعي خمسة ألف تقديم الدمع المالي والتقني البدان النامية الأطراف من أجل الإبلاغ وبناء القدرات إلى الهيئات الفرعية في البند الفرعي السادس المسائل المتعلقة بالتكيف أقترح أن أحيل النظر في البند الفرعي باء سارات تقدم لجنة التكيف وفعليتها ودعائها إلى السابستا وإلى الهيئة الفرعية للتنفيذ خلال جلسة العامة لمؤتماع الأطراف قدمت اقتراحا لتنظيم العمل حيث أن كل الأطراف في الاتفاق في الاتفاقية ونقترح اعتماد نفس النهج كما هو في مؤتمر الأطراف وفي المقررات واحد سي ام اي أربعة سيتم التصدي له في نفس إطار المشاورات غير رسمية كما هو للمقرر واحد سي بي سبعة وعشرين سيداتي وسادتي أود أن نقتنم هذه الفرصة للصراع انتباه الأطراف للوسائق فسي سي سي على بي اي على سي ام اي على عشرين اثنين وعشرين على اربعة وهذه تستجيب للطلبات في إطار المقرر سي ام اي على ثلاثة وحيث طلب إلى الأمان أن تحين سنويا التقارير حول الإنسانات المقررة وطنيا في إطار اتفاق باريس وذلك وفقا للمقرر وان سي ام اي اثنين الفقرة العاشرة والفقرة ثلاثة والاربعين من نفس المقرر وان على سي ام اي ثري حيث طلب إلى الأمان معداد التقرير التوليفي حول التطوير الخفض الانبعاثات وفقا للمدى الرابعة الفقرة تسعة عشر من اتفاق باريس والتي سيتم توفيرها في سي ام اي اربعة وتقرير التوليفي الذي سيتوفر في الموقع الشبكي سيوفر رؤية عامة حول موقف الدول في الطموح والانشطة المقررة في اساماتها المقررة وطنيا وخفض الانبعاثات على الأمد الطويل والاستراتيجيات الخاصة بذلك والاسامات المفيدة خلال المدولات التي ستدم هنا في شرم الشيخ وتم التأكيد على الحاجة الملحة للنهوض بالتنفيذ للأنشطة المناخية والعمل المناخي وخلال الأسبوع الثاني سنعود الاجتماع في إطار سي ام اي للنظر في المقرارات والإسنتاجات لاعتمادها وبما أنه ليس هناك من اعتراض سنستمر على هذا الأساس تقرأ الأمر على هذا النحو أضع الأطراف الآن للنظر في البند الثامن المسائل بتعلقة بالتمويل بما في ذلك البند من ألف إلى واو قبل الانتقال إلى البنوض الفرعية أسرع الانتباه إلى FCCC على PA على CMA على 20-23 على واحد الرميمة الرابعة التي تتضمن النسخة المنقحة من الضمام التي سينظر إليها في هذه البنوض الفرعية ووضع أن أقدم كل هذه البنوض الفرعية ثم أحدد النهج العام في التعامل معها في هذا البند فيما تعلق بالبند ألف المسائل المتعلقة باللجنة دائمة للمعنية بالتمويل فإن الاجتماع مدعو للنظر في تقرير 20-22 للسي أف كما هو في الوثيقة سي بي على 20-22 على ثمانية والوثيقة سي مائية على 20-22 على سبعة وتقرير التوليفي للأراء ووجهة النظر حول طرق تحقيق الفقرة الثانية واحد جيم من اتفاق باريسي حول النتائج المختلفة لعمل الذي تراه مناسبا والاجتماع مدعو للسمرار في النظر في استعراض مهام في الاستعراض الذي أشير إليه في القرار سي بي 25 فيما تعالق بالفقرة الفرعية بقى الاشتادات الموجهة إلى الصندوق الأخضر للمناخ يطلب تقديم التوجيح على برنامج والسياسات وأهلية معايير الأهلية الخاصة باتفاق باريس لنقلها من مؤتمر الأطراف فيما تعالق بالبند جيم الاشتادات الموجهة إلى مرفق البيئة العالمية فالاجتماع مدعو العظيم الاشتادات الموجهة إلى المرفق حول الاشتادات ومعايير الأهلية تبطن باتفاق باريس لنقلها لمؤتمر الأطراف فيما تعلق بالفقرة الفرعية دال مسألة المتعلقة بصندوق التكيف فالاجتماع مدعو الاتخاذ كل مما يراه ملائما فيما تعلق بصندوق التكيف والنتائج للتقارير الخاصة بالصندوق كما هو في القرار أربعة على سي وفي الفقرة السابعة فيما تعلق بالفرع ها الهدف الكمي الجماعي الجديد المتعلق بالتبويل المناخي فالاجتماع مدعو الاستعراض ما هو مقترح والبت فيها أخذ بعين الاعتبار تقارير رئيسين لبرنامج العمل الخاص وملخص المدولات في إطار الحوال الوزاري رفيع المستوى الذي انعقد أود أن أشكر فريدريكا فريكانو من إيطاليا وكيشان كوميرسينج من ترينيداد وطوباغو لقيادتهم كرئيسين للبرنامج الخاص والعمل الذي تم عبر السنوات فيما تعلق بالبندو والمسائل المتعلقة بترتبات التمويل لمعالجة الخسار والأضرار ارتباطا بالأثار المنوئة للتغير المناخ بما في ذلك التركيز على الخسار والضرر فإن الاجتماع مدعو لبدء النظر في هذا الموضوع وأود أن أحدد النهج للنظر في هذه البنود الفرعية إن النظر في هذه البنود الفرعية ثمانية ألف البنود هذا البند برئاسة دومينيك مولوي من المملكة المتحدة وجنين فلسون من بيليز وفي إطار البند ثمانية باء وجيم فهي ستدم من فريق الاتصال الذي ينشع في إطار بند مؤتمر الأطراف ثمانية باء وجيم وسأخذ سيد سيرجيو من اليابان وريتشار مايووني من تنزانيا ونظر في البنود ديل ستتم في سياع فريق الاتصال الذي أنشع لسي أم بي سبع ألف برئاسة ديان بليك لين من أنتقوا بربادو وإيفا شرويدر من هولندا بالنسبة للبند هاء السيد بوندي من وسيد زهير ستأسن فريق الاتصال الذي أنشئ لهذا البند الفراعي بالنسبة للبند واو فإنه سيتم في سياق فريق الاتصال الذي أنشئ للبند 8F لمؤتمر الأطراف يخده خليو كوردانو من شيلي وأرسل فوانتس من ألمانيا لا أرى من أعتراض على ما سبق إذن يكون الأمر قد تقرر على هذا نحو ترجمة 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 التلفزيون والنشرة يومية لأخر المعلومات حول الجدول. وأدعو المؤتمر في النظر في البند الرابع عشر القواعد والترائق والإجراءات الألية المشابة وموجب الفقرة الرابعة من المدى الرابعة من اتفاق باريس. والاجتماع مدعو في النظر في تقرير السنوي الهايات الفرعية للأليات التي أنجأت بموجب الفقرة الرابعة من المدى السادسة من اتفاق باريس كما هو في الوثيقة الفاصيخة رقم 6. ومنذ نشر التقرير السنوي فإن الهايئة الاستشارية اشتمعت هنا في شرم الشيخ وعملت في وقت متأخر من ليلة الأمس لإكمال العمل الذي قنيطت به لسيم اي 4. وهذا مرفق بتقرير السنوي وسيتم تعميمه على الأطراف في الوقت المناسب. وأود أن أشكر الرئيس ونائب الرئيس للهيئة الاستشارية لعشرين اثنين وعشرين كريستين في بيوترو دوبروفنيك لقياداتهم والعضاء والعضاء المناوبين لهذه الهيئة للعمل الحثيث الذي قاموا به في هذا الصدد وفضلاً عن في هذا البند فإن الاجتماع سينظر استنتجات الاس بي اس حول استنتجات التي تم التوصل إليها وكان فريق الاتصال سيشرف على هذا العمل من السيدة كيت هونكوك من أستراليا والصنام شاي من بوتان ويخترح إن شاهد الفريق للاتصال ومما أنه ليس هناك من عطرات تقرر الأمر على هذا النحو أدعو الاجتماع للناظر في البند 16 تقرير اللجنة المعنية بتأسير التنفيذ وتعزيز الامتسال إليها في الفقرة الثانية من المدر 15 من اتفاق باريس يمكن الإحالة إلى لجنة الامتسال والتنفيذ في الوثيقة سي ام اي 2022 على اثنين وأودون أشكر كريستين بيورغ وحاسيب جوهر رئيسي الفريق للاتصال لعملهم والعضاء والعضاء المناوبين لعملهم وأخترح إنشاء فريق للتصال للنظر في هذا البند الذي سترأسه جونزانج من بوتان وألن رايدل من ألمانيا وبهم أنه ليس هناك من اعتراض تقرر الأمر على هذا النحو الآن أود أن أشكر الرئيسين لقبول هذه المهمة وأدعوكم للإطلاع على شاشات التلفزيون والنشر يومي للتفاصيل أول اجتماع لهذا الفريق للاتصال الانتخاب العضاء والعضاء المناوبين سيتم في الجلسة الختمية لمؤتمر اجتماع أطراف اتفاق باريس هذا يصل بنا إلى نهاية أول اجتماع لمؤتمر اجتماع اتفاق باريس وسنجتمع في وقت لاحق بعد الجلسة العامة للهيئات الفرعية لجلسة مشتركة للهيئات المختلفة للاستماع لبينات من مجموعات الأطراف والأطراف والمراقبين ايلندا تطلب الكلمة هل ايلندا تود أن تأخذ الكلمة أم هذا مجرد خطأ فني يبدو أن طلب الكلمة كان خطأ بما أنه ليس من أطراف تود عهد الكلمة عند هذا الحد أعلن اختتام هذا الاجتماع رفعة الجلسة اجتماع اجتماع الفرعية للمشور العلمية والتكنولوجيا سيبدأ في الساعة الثالثة من بعد الظهر في هذه القاعة شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر